بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير أكيد جماهير مصر كلها وحشانة وكمان خلينا نتكلم على الإنجاز في البداية الإنجاز الكبير ليه منتخبنا الوطني والصعود ليه كاس العالم وكان حلم المصريين بعد 28 سنة المنظومة الرياضية أو المنظورة القروية بتعيش أزهى عصورها أو بعد غياب 28 سنة خلينا أقولها في البداية بمعنى أدق اللي كرة القدم مصدر السعادة ودائما وأبدا هي اللي بتفرح الشعب وده اللي احنا شفناه هنتكلم في الحلقة النهاردة بشكل مختلف عن الجميع الكل بارك جوه وبرا مصر تكريم من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتكريم السريع بعد المباراة بيوم أو بعد الصعود بيوم ده بتبقى حاجة إيجابية جدا 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 هنتكلم عن أمور كتير جدا لكن بمنظور مختلف شوية النهاردة رصدنا بعض الحالات وبعض اللعبة هوا بتتكلم وبعض المواقف عشان نأكد لحضراتكم الكرة القدم لها معاني كتير جدا جدا وقد إيه الانتماء وحب الوطن خصوصا بعد المباراة كل ميادين مصر من اسكندرية الأسوان الناس كلها كانت فرحانة الناس كلها مسكة عالم مصر الأهلاوي نيسي اللي هو أهلاوي الزمالكاوي اللي اسمعلاوي الكل التف حوالين عالم بلدنا ومن هنا الوطنية بتاعت الشعب والمواقف الصعبة اللي أنا بتكلم فيها طول الوقت مع حضراتكم إن كرة القدم لها معاني كتير بعض المسؤولين لغاية النهاردة أعتقد اللي بعد الشكل الأكثر من روح لما نتكلم في شوارع مصر كلها تعدى الخمسين ستين مليون في ميادين مصر كلها وفي الحارات موجودين وفي الشوارع موجودين أعتقد لازم الفكر يختلف شوية ونستغل الحدث ده لأمور تانية كتير هنتكلم كل ده في البداية النهاردة ولكن دائما وأبدا زي ما قلت في البداية كرة القدم مصدر السعادة مصدر الفرحة مصدر البهجة شفنا انكسار وفرحة شفنا حزن وفرحة شفنا كل حاجة في مباراة في أقل من 3-4 دقايق الروح موجودة اللي أنت ما تفقدش الأمل غياب طويل قوي قوي 28 سنة ودي مش مكانتنا مش مكانتنا لو عايزين الحقيقة بسبب التخطيط وعدم النظام وممديش الرياضة حقها وممتعاملش معاها اللي هي صناعة هنتكلم في أمور كتير جدا جدا لكن اسمحولي في البداية أكيد اللقطات اللي أنا عارضها النهاردة حضراتكم شفتوها في أكتر من برنامج حضراتكم الكل تكلم عنها ولكن هنتكلم بشكل مختلف عشان نبين لكل جماهير مصر اللي كورت القدم لها معاني تانية مختلفة عن البعض اللي بتعمل معاه هتكلم كمان في بعض المواقف السلبية من وجهة نظري أنا لكن ده مش وقت سلبية في البداية ده وقت فرحة وقت بهجة وقت انتصار لكن هنقولها أكيد للتوعية فقط